مرض كاواساكي، مرض غامض عاد للواجهة مع وفاة عدد من الأطفال بأعراضه أين تكمن خطورته؟ ظهر للمرة الأولى في عام 1967 في اليابان بين الأطفال بشكل خاص يسبب اضطرابا التهابيا خاصة في القلب والأوعية الدموية ويصيب أيضا الغدد والأخشية داخل الفم والأنف والحنجرة لماذا يصاب الأطفال به؟ لم يخفي الخبراء عدم معرفتهم الأسباب الحقيقية إلا أنهم يعتقدون أن الأطفال المعرضين له يكون لديهم استعداد وراثي للإصابة به يمكن أن يكون لهذا الداء علامات مثل الحمى الشديدة وطفح جلدي يصاحبه تورم في الغداد وحمرار في العينين في حالاته السابقة قبل انتشار كورونا لم يكن قاتلا بل تعافى معظم الأطفال منه أما مع انتشار فيروس كورونا ظهرت حالات تتشابه مع أعراض كواساكي على الرضع والأطفال والمراهقين أيضا المصابين بالفيروس كنوع من المضاعفات النادرة والخطيرة تدفع جهاز المناعة في جسم الطفل لإطلاق استجابة كثيفة تتسبب بضرر يؤدي للوفاة غالبا ما يكون لدى الأطفال المصابين أعراض مشتركة بين كورونا ومتلازمة كواساكي كألم المعدة والتهاب القلب وأعراض الجهاز الهضمي كالقيء والإسهال قد تتسألون ما العلاقة بين المرضين وهل فعلا ترتبط متلازمة كواساكي بوباء كورونا الأطباء أطلقوا على المرض الحالي اسم متلازمة الالتهابات المتعددة في الأطفال لكن العلماء حتى الساعة عاجزون عن الإجابة أو تقديم دليل قاطع وإن لم يستبعدوا فرضية ارتباطهما ببعض